بداية مميزة للنادي الأهلي في الموسم الكروي الحالي حيث عاد الفريق العريق إلى مكانه التاريخي بين كبار كرة القدم أندية كرة القدم الأردنية المنافسة على الألقاب لنحكي أكثر معنا رئيس النادي عوني نغوايم سلخير عوني وأهله سهلا مرحبا النور أهله وسهلا سميحا كيف لها أهلا خلونا نشوف مشوار الليطة الأبيض في الموسم الحالي ومنبلش حديثنا من فريق النجا من الهبوط لدور الدرجة الأولى بفارق نقطتين الموسم الماضي إلى فريق يحلق الآن في القمة بين أندية المحترفين إنه الأهلي الذي حصد عشرين نقطة الموسم الماضي في اثنتين وعشرين مباراة خاضها هو نفسه من يتواجد في القمة هذا الموسم إدارة الأهلي سعد للعمل بطريقة سليمة تحضيرا للموسم الكروي 2024-2025 رغم ضيق وقت التحضير فبدأت بالأهم وهو تحديد هوية المدير الفني ومن ثم بدأ العمل على استقطاب اللاعبين وفقا لاحتياجات الفريق من وجهة نظر المدير الفني بيبرد كاغدو وما بدأ بالبداية صدفة قد يصبح واقعا اعتياديا فالحفاظ على التواجد في المقدمة بعد مرور ست جولات في الدوري ليس بالأمر السهل وبالتأكيد سيقطف الأهلي ثمار هذه الانتصارات ولما لا حزد لقب غال طال انتظاره سيد عوني صدارة بالشراكة مع الرمثة حتى الآن انطلاقة أكثر من ميزة بس انتوا كيف بتقيموا انطلاقتكم وهل كنتوا من البداية متوقعين انه النادي الاهلي يحقق ما حققوا حتى الآن أول شي بتحب نتشكرك على استضافة هلا نحنا من أول ما بلشنا الموسم ونحنا عم نحكي بنفس النهج كنا عم نحكي انه نحنا بنطلع على كل مباراة بمباراتها بدنا نحاول ناخد كل مباراة ما بنطلع على 22 جولة عم نطلع على كل مباراة بالنسبة لنا هي مباراة مهمة جدا هي مباراة لازم ناخدها كنا حكينا قبل هيك انه نحنا ما عم نطلع بالموسم هات انه نحنا ننافس على هبوط السنة الماضية كنا نطلعين من الدرجة الأولى للممتاز صعب كتير على أي فريق في العالم انه لم يطلع من درجة أولى للممتاز انه بكون هدفه دائما انه حافظ على مكانه بالممتاز السنة هاي كانت أهدافنا أكبر شوية أهدافنا انه نحنا نكون بمراكز متقدمة مراكز متقدمة يعني عم نحكي برابع خامس وخصوصي انه نحنا عم نحكي يعني في أربع فرق لتوهبوط السنة اشتغلنا على هذا الموضوع اتعقدنا مع الكابتن بيبرت الكابتن بيبرت خبرة كبيرة بتدريب كرة القدم فكره مختلف شوي عن المدربين اللي موجودين علينا هو ليس بس مدير فانيا فريق الأول هو مسؤول عن كرة القدم بالناتر الأهلي من أكاديميات من هذا فمن أول الموسم نحنا نحنا نحكي بنفس الموضوع نحنا بندور على كل مباراة مباراة ندخل مباراة نعتبرها أن هذه هي المباراة التي نحن ممكن أهم مباراة لدينا بالموسم والاستقطابات التي جبناها من اللاعبين كانت بناء على طلب الكابتن بيبرت جميع اللاعبين نحن كنادي كإدارة نادي لم ندخل نهائيا بتعاقدة بالأمور الفنية مع الكابتن الصراحة الكابتن بيبرت قدر يجمع الفريق بشكل رائع زرع فيهم الروح القتالية زرع فيهم محبة بعض أنهم يحبوا بعض الملعب كعائلة ونحن ندعمهم بشكل دائم بمطلبات الفريق وحتى عضاء النادي وعضاء الهيال العامة يسهموا معنا بهذا الموضوع فالحمد لله ربنا وفقنا أول شيء وتوفيق من رب العالمين كل اللي يسير معنا قدرنا لغاية الآن نكون بالصدارة الناس يمكن تفكر أنه النادي الأهلي حاليا بالصدارة ونحن أكيد نحن نحب نكون منافس قوي لكن نحن نحط نرجلين على الأرض لسه وعام نمشي إن شاء الله خطوة خطوة عام نمشيها ما عام نفكر بي نقدر نقول أنها خطة طويلة الأمد حتى أنه كل موسم بموسمه الواحد بتقدم الخطوة اللي ممكن أنها توصله في النهاية لتحقيق لقب الدولة نعم نهدف أنه هي تكون نحن الفكرة دائما كانت أو أبداً بنا نحن نأخذ بطولات مشكلتنا دائماً بتكون بهذا الموضوع مشكلة مادية نحن مش يعني ما كنا في أي مرحلة على استعداد أنه نحن نورط النادي بديون كبيرة توصلنا لمرحلة أنه نحن مش قادرين نسدها فنحن نحاول ندور على استدامة مالية على إرادات نرفع إراداتنا ومن خلالها نصير نقدر خلال سنوات نغطي أول شيء المديونية اللي صارت علينا من بعد كورونا ونمشي بعديها بمرحلة أنه نحن ننافس على كل البطولات ونحن بتعرف في سميحة نحن نادي عنا ثلاثة ألعاب رياضية جماعية نحن نحتفل هذا الموضوع فهذا بتطلب مننا دعا يعني إشي كبير يعني مبلغ مالي كبير إنه نحن نقدر نصرف عليهم صحيح يعني أرقامكم كمان لسه في سياق كرة القدم ودوري المحترفين أنتو كمان تسجلتوا أرقام كتير مميزة منذ بداية الموسم هل بتحس إنه النتائج الإيجابية اللي بلشتوا تحققوها منذ بداية الموسم حتى الآن عم ممكن إنها ترفع من سقف الطموحات ولا لسه زي ما حكيت بدنا نظلنا إجرينا على الأرض ونمشي خطوة خطوة يعني لسه إحنا الموسم ماشي هلأ كل ما بدنا نحقق نتائج دايماً صقف الطموح سواء عند اللاعبين عند الجهاز الفني الإداري أو حتى الجماهير هادي هيك بالطبيعة البشرية بدنا تزير ترتفع طبعاً أنا شخصياً كرئيس نادي بحلم بحلم من دون إحنا نحن نأخذ بطولة دور كل قدم وحق الجميع أنه يحلم بهذا الموضوع وحق الجميع أن يحطوا هذا هدف لإله بس بدنا نأخذ الأشياء بطريقة منطقية أكتر زي ما حكيت لكل مباراة بمباراتها منأخذ مباراة منسير شوي شوي إذا إن شاء الله ربنا وفقنا وأخذنا كمان مثلاً خلنحكي مبارياتنا الثلاثة الجاية مثلاً فزنا فيهم جبنا سبع نقاط طبعاً كل الطموح بده يختلف وكل الفكر بده يختلف الناس اللي عندنا بالنادي مبسوطة جداً هذا أهم إشي بصراحة لأن هؤلاء أهلاويين قدام ويحبوا النادي من صغرهم فمبسوطين جداً جداً على الموضوع حتى إنه نحن يعني عملنا مبادرة نشوف كدهش الناس حاب لإيش عم بصير معنا قلنا يا إخوان نحن أمدنا ما إنه الفريق متصدر بدنا نعملهم زي شكراً للفريق بدنا نجمع بيناتنا نشوف كدهين نحن مقدر نجمع نعطيهم مكافئات ولقينا تجاوب كبير من الناس الناس عندها شغف لكرة القدم وعندها حب أنه النادي يفوز ويتصدر وجماعنا وجبنا اللعيب ووزعنا هذا يعني هاي الروح العائلية اللي نحن عايشين فيها بالنادي الأهلي أصلاً بشكل عام طموحنا حالياً أنه نحن نكون مباراة ومباراتها خلنا نكون منطقيين كإدارة نادي وكمدرب وكلاعبين أنه نحن نروح على كل مباراة نبدو لكل جهدنا أنه نحن نفوز فيها هلأ بكل العالم صارت نحن نجمع هذه القد نقاط عشان نعرف أن نحن نحن نشابطين وقدر يأخذ دوري بمرحاتهم معها إن شاء الله أنه نحن يسير معنا كرة قدم كلها مفاتئة فعلياً ما يعرف ممكن يسير بالنهاية فيه 11 لاعب يلعب ضد 11 لاعب الملعب واللي يعطي أكثر ويبدو المجهود أكبر وبيموت حاله لا يفوز بيأخذها إن شاء الله ونحن إن شاء الله بهذا وضعنا بأرجع شوي لموضوع التعاقدات والأهلي يضم عدد من الأسماء الجيدة والتي تم توظيفها فنياً بصورة مميزة خلينا نستعرضهم طيب سيدة عوني مثل ما ذكرت قبل شوي إنه أنتو التعاقدات ما ادخلتوا فيها كانت الخيارات للمدير الفني والدليل كان طبعاً أنتو تعاقدتوا مع المدير الفني قبل إجراء أي تعاقد شو النهج المتبع في إجراء التعاقدات خصوصاً وإنه النادي مثل ما برضو ذكرت الأمور المادية شوي في ظروف صعبة من الناحية المادية حال النادي حال بقية الأندية نعم هلأ نحن بالنهاية عملنا خلال نحكي ميزانية لكرة القدم قد نحن نقدر ندفع خلال الموسم على فريق كرة القدم ونكون ملتزمين بدفعنا هذا أهم ما كنا نحن نحن نحكي فيه أنه أنا لما أجي أوقع مع اللاعب أخلص الموسم وهو ما بده مني أي شيء أنه يدخلني بشكاوي وبأشياء مع الاتحاد وديون زيادة وأدخل بهذه الدوامة فنحن نعملنا الميزانية تبعتنا شفنا قديش نحن ممكن يدخلنا خلال الفترة اللي خلن نحكي من شهر تمانية لشهر خمس السنة الجاي بأشي تقريب عملناها بطريقة يعني خلن نحكي علمية شوي وقارننا بإراداتنا بالنادي خلال آخر أربع خمس سنين بهذا الموضوع لقينا أنه نحن نقدر ندفع على فريق كل القدم بهذا المبلغ اللي ما يتراكم علينا طلبنا خبرنا مدير الفني بهذا الموضوع أنه نحن هيك اللي نقدر عليه حاليا ما بدنا نراكم ديون ما بدنا نعمل يعني بدنا النادي يضل ماشي بطريقة أنه نحن نوصل لمرحلة يكون عندنا زي ما قلت لك إرادات نغطي مصروفنا خلال السنين تفهم المدير الفني طبعا هذا الموضوع مشي معانا فيه كنا نقعد مع اللاعبين طلب منا مجموعة اللاعبين يكونوا نقعد معهم وهم تفهموا الموضوع بالنهاية اللاعب بحب أنه يوقع عقد وياخده بالنهاية ما بحب أنه هو يوقع عقد بمبلغ هائل وبعدين يتقصد فهم تفهموا هذا الموضوع والحمد لله نحن لغاية الآن ملتزمين مع اللاعبين بهذه الرواتب يمكن هذا أهم شيء بكرة القدم الأردنية يمكن أهم شيء أنه أنت تقدر توفر المبالغ المالية للعقود اللي أنت وقعتها لأنه منسمع كثير أنه بعد شهرين ثلاثة اللاعب يبلشوا يشكوا نبلش نقرأ بالجرائد بالإعلام أنه أنا صر لك أربعة ثلاثة شهر ما قبضيت أنا كذا نحن بدناش ندخل بهذه الدوامة مش رح يعطي النادي بشغف زي ما يكون ماخد كل حقوقه لما اللاعب يكون ماخد حقوقه كاملة فهو ينزل يؤدي بالملعب وهذا يعني هذا اللي نطمح له نحن بالنادي بالنهاية أنه أنا اللاعب ينزل على الملعب وهو مرتاح هو ما عنده مشاكل مالية مع النادي هو قادر أنه ينزل يعطيني زي ما أنا بعطيه كل هذه الأشياء بتفرق بصراحة عم نسعى أنه نحن بخلال السنوات كمان أو خلال حتى هاي السنة أنه نحن نقدر نوفر إرادات مالية جميل طيب بما أنك ذكرت موضوع الإرادات المالية النادي الأهلي من أكثر الأندية المحلية الجماهيرية عندكم موارد استثمارية جيدة كيف بتتم إدارة هذه الموارد الاستثمارية وهل في عندكم خطط تسويقية مستقبلية أهلا بدي أحكي عن مرافق النادي الأهلي المرافق نحن من بداية سنتين قلني أحكي نحن نحسن مرافق النادي الأهلي نحسن مرافق النادي الأهلي على أساس أنها تقدر تجيب لنا إرادات يعني تزيد إرادات النادي الأهلي اشتغلنا على ملاعب النادي الموجودة بنفس النادي اللي هي المراعب الخماسي وهذا حسننا غيرنا ملعبين اشتغلنا على مسبح كروتسال على مسبح النادي السنة الماضية زبطنا المسبح سمعنا الناس شو ممكن بشوفوا انه فيه اشياء مشاكل فيه وحاولنا نحسنها اشتغلنا على قاعة كرة سلة يمكن هي مش قانونية 100% لكن هي بتخدم فياتنا العمرية و اكاديمياتنا كل هذا هدول نحن عم موجودين عنا اللي هو كنادي نمتلكهم هدول كل هذا الشغل بتزيد اراداتنا من ناحية انه مثلا اكاديمية كرة السلة كانت تجيب مثلا بمرحات ما مثلا 15-20 ألف هلا بيجيب مثلا 50 ألف وعم نحاول نشتغل هذا الموضوع المسبح يعني الحمد لله السنة هذه زادت اراداتنا ما يقارب 25-30 ألف بأول سنة بصار فيها هذا التعديلات الملاعب الخماسي نفس الشي هلا في عنا نحن استثماراتنا اللي هي انه في عنا في عنا جيم مثلا مستأجر في عنا مطعم مستأجر عم نحاول ننزيد هاي كمان يعني خلن نحكي لهم سموهم ثيرت بورتي يعني موجودين معنا عم بزيدوا كمان إراداتنا هلا لساتنا عم نفكر نحن في عنا مثلا قاعة داخلية عم نشتغل على موضوع أن نحن نحسنها بشكل نستثمرها نحسنها اللي تصير جيب لنا كمان دخل عم في عنا تفكير يمكن هو شوي يمكن بعيد المدى شوي نحن نسير عنا في مكان فعليا قاعة داخلية اللي الناس تعمل مثلا أفراحة فيها حيلة بدها مبلغ كبير لكن لازم نفكر فيها بهذه الطريقة عشان نقدر نرفع داخلنا عم نظل نشتغل على هذا الموضوع وبالمقابل كمان عم بيكون معنا شركات كان معنا بصراحة شركات ساهمت معنا بتحسين المرافق النادي وعم نحاول أن نشتغل كمان عن موضوع الرعايات الموضوع الرعايات مو سهل عندنا بالبلد بصراحة وخصوصا بكرة القدمة بسبب وضع البلد أيضا يمكن اقتصاديا مش كل الشركات بتقدر أنها تدعم بالمبالغ اللي الناس بتفكر أنه بتقدر تدعم فيها بصراحة أكثر كمان في كتير شركات تتجنب الدخول في مجال كرة القدم شو الأسباب الأسباب معروفة للجميع أصداقذ يعني شوفي لسه عندنا فكرة بكرة القدم أنه انت ليش بتعطي الأهلي ما بتعطي فلان صح ليش بتعطي يعني ما حكينا في هذا الموضوع قبل هاي المرة إنه ليش الشركة لازم تقسم مصريها بالتساوي بين عدد من الأندية عادي مش مشكلة لو هاي الشركة دعمت النادي الفلاني والشركة الثانية دعمت هيك الأندية يمكن تستفيد من الفلوس أكتر من لو تقسمت بمبالغ بسيطة صحيح ويعني فيه أكتر من ناس شكاً أو أكتر من شركة كان عام الحديث بيحكي لك أنه أنا إذا بعطي النادي رح يجي النادي والنادي والنادي يطلب من ليش عطيت النادي ما عطيتهني ليش كذا بصراحة نحن كنا عم نحاول أو ما زلنا نحاول ويمكن السنة الجاية رح نشتغل عليها أكتر أنه نحن نسوي شراكة استراتيجية مع شركة تكون هي شريك للنادي الأهلي بطريقة ما أنه يكون مثلاً نادي الأهلي شركة فلان مثلاً نفسير حتى اسمنا الإعلامياً يكون بهذا الشكل هلا ممكن بدنا عم ندرسها كويس نشوف أنه هل مسموح لنا نوصل لهذه المرحلة إيش الأشياء اللي متسل نحن نقدر نمشي عليها قانونياً وكذا وهذا اللي ننصل لهذه النتيجة اللي تكون هاي الشركة هي راعية لنادي الأهلي وليست راعية أو شريك لنادي الأهلي وليست راعية لفريق معين لفريق كرة قدم أو فريق كرة سلة تكون هم شريك استراتيجي معنا حلوة الفكرة الأهلي مش في نادي كرة قدم فقط عندكم مجموعة من الرياضات أنتوا أحد أهم أقطاب كرة اليد وأيضاً كرة السلة في أكاديميات في جودو كمان كيف تتطلعوا لبقية الألعاب كيف تتعاملوا معها وخصوصاً كرة السلة في الفترة الأحالية تحتاج عودة النادي الأهلي وإن شاء الله أنه كرة السلة بتترجع زي ما شفناها قبل فترة أول شيء يشوفي نحن صرنا نحكي عن النادي نحكي عنه مؤسسة بطلنا نحكي عنه مؤسسة النادي الأهلي أنه نحن النادي بضم كرة قدم كرة سلة كرة يد عندنا كمان دراجات فريق دراجات عندنا جودو عندنا فرقة الفلكلور الشركسي يعني النادي متنوع برياضي اجتماعي ثقافي بالنسبة لتعب أحكي لك عن كرة السلة يعني نبلش بكرة السلة لكرة السلة نحن موجودين فيهنا ما طلعنا منها مبدئيا ونحن تعاقدنا مع الكابتن زيد ألخص وبلشنا تعاقد مع لاعبين مشكلتنا كانت بكرة السلة بمرحات ما أنه ما في نظام مفهوم بتعاقداتنا بكيف كون نحن الثانية هاي من خلصتها الثانية جاي إش بده يسير ما عم نفهم هاي القصة بصراحة بفرق علينا انتحاد القدم عن انتحاد السلة خلني حكي أنه نحن مثلا إراداتنا من الاتحاد واضحة من انتحاد القدم نحن شو في رعايات عم تيجي شو في هاد هي توزع لنا بدت السلة شوية بنحس مرات نحن مو فاهمين شو بصير نحن موجودين بكرة السلة نحن بحاجة أنه و زي ما حكيتي الاتحاد بحاجة والجميع بحاجة أن الناد الأهلي و الناد الأردوكسي يكونوا موجودين بصراحة كرة السلة بالأردن قامت على فترة طويلة من الزمن على الناد الأهلي و الناد الأردوكسي ففي ناس بتحكي أهة أطفال الاتحاد المدليين نحنا نسنا نأري centerd with the power of study نحن أسسنا كرة السلة في البلد ناد الأهلي و الناد الأردوكسي و و من حقنا يكون لنا دائما صوت و كلمة ما بيصير إنه نحن نيجي نقول لأ خلاص طلع نادي جديد مثلا عم بدفع مصاري فإنه لأ خلاص لأهل الهردوكسي ما لا النادي جديد يمكن يقعد خمس سنين يمكن يقعد عشر سنين نادي الهردوكس صار هم سبعين تمانين سنة بيخدموا بهذه الرياضة عم نشتغل عن موضوع كرة السلة عم نشتغل إنه نجيب رعاية لكرة السلة إنه مشكلة شوية حاليا بموضوع رعاية الفريق ما عم نقدر بصراحة إنه نوقع عقود بالشكل اللي نحن شايفينه مناسب عم حطينا خطة إنه نحن نوقع ملاعبين أصغر عمرا حاليا اللي يضلوا معانا كمان لسنين حل أو عشان نكون عارفين أكتر نحن بدي أحكي لك أنا هاي النقطة اللي عنا خلافية كانت شوية مع تحت السلة نحن مثلا باتحاد كرة قدم واتحاد كرة اليد لما أنا ييجي الولد عندي يوقع بعمر الأربعة عشر سنة فهو مجبر إنه يضل معا إلى تمنتاشر سنة جميل السلة هذا الإش مش موجود شكينا أكتر مرة أنا ليه بدي أاجي أستثمر بهذا الولد اللي عمره أربعة عشر سنة وبيدي أدفع عليه عشان أنا السنة الجاي يجي يحكيلي صح يتركني بدي أعطيكي مثال صغير نحن عبنا بطولة تحت طمعشر سنة قبل أسبوعين قبل شهرين زمن أحد الأباء اللي كان ابنه بدي يلعب معانا قال أنا بأوقع لأسبوعين ولد عمره اتناشر سنة يعني هذا بتسير شوية مبالغ فيها فنحن كلنا نطلب أن نصير زينا زي اتحاد السلة زي اتحاد القدم واتحاد اليد عشان أنا أقدر أستثمر به هؤلاء اللاعبين الحمد لله عنا فريق بنات مثلا عم نأسس لفريق بنات صاروا من عنا من تحت 14 سنة هلأ صاروا تحت 16 بلش يدخل أشواء منافسة أكبر هم بنات اللي بلعبوا فيهم هم بناتنا بنات النادي فنحن نستثمر فيهم لكن بالأولاد عم بكون عندي شوية مشكلة أكبر من يستثمر عم نطلب تحت السلة إنه اعملوا لنا هذه الأشي لأنا أقدر أبني جيل أهلاوي بلعب كرة سلة بوصل للفريق الرجال بلعب معي بيقدر يرفع اسم البلد في اليوم بنهاية هي لخدمة المنتخب بكل تأكيد إن شاء الله إنه هذا الموضوع ينحل وإن شاء الله منرجع منشوف كرة السلة تحققوا فيها نتائج مميزة مثل ما عم تحققوا في كرة القدم يعطيكم ألف عافية لجهودكم وانبسطنا بحضورك معنا أهلا وسهلا